ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن زعيم كيم جونغ أون دعا لتعزيز قوة الردع العسكري لبلاده بطريقة عملية وهجومية بدرجة أكبر لمواجهة ما وصفتها بالتحركات العدوانية من جانب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وقالت الوكالة أن تصريحات كيم جاءت خلال اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية لمناقشة الجهود الجارية لتعزيز قوة الردع العسكري للبلاد لمواكبة التحركات المتزايدة من جانب الاستعماريين الأمريكيين والدمى الخوانة في كوريا الجنوبية لإطلاق حرب عدوان وتتعامل كوريا الشمالية بغضب مع سلسلة من المناورات العسكرية للدولتين الحليفتين وصفتها وكالة الأنباء المركزية بأنها تهدف للاستعداد لحرب شاملة وتضطر بيونج يانج لبحث اتخاذ رد فعلا عمليا قوي بما يتضمن الخيارات العسكرية ترجمة نانسي قنقر